تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة والتي تأتي في إطار المتابعة الميدانية الاستراتيجية التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية والتدريبية التي تنفذها القوات المسلحة وقام الفريق أسامة عسكر بالمرور على عدد من الأجنحة التعليمية لمختلف التخصصات التي تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات لأسليب التعليم المتطورة كما ناقش عددا من المعلمين والمتدربين في أسليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفني للأسلحة والمعدات